ادانت وزارة الخارجية بشدة قيام ميليشيا الحوثي الارهابية باطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه امارة ابو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة مما تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية ووقوع حريق في منطقة الانشاءات الجديدة قرب مطار ابو ظبي الدولي ما ادى الى مقتل ثلاثة مدنيين واصابة اخرين بجروح في اعتداء ارهابي جبان يمثل انتهاكا للقانون الدولي الانساني وكافة القوانين الدولية واعتداءا سافرا على سيادة دولة الامارات العربية المتحدة ويبرهن على اصرار هذه الميليشيات الحوثية الارهابية على مواصلة اعتداءاتها الاجرامية الجبانة واعربت الوزارة عن استنكار مملكة البحرين لهذا الاعتداء الحوثي الاثم الذي انطلق من مطار صنعاء كمنشأة مدنية ووقوفها في صف واحد الى جانب دولة الامارات العربية المتحدة وتأييدها لكافة الاجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الاعمال التخريبية الجبانة داعية المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه الميليشيات التي تؤكد اعمالها الاجرامية انها منظمة ارهابية تشكل تهديدا خطيرا على امن واستقرار المنطقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة